نديم سعيد قائد فريق الشانفيل ولاعب منتخب لبنان شاب قدر ينسق بين حياته الرياضية ودراسته من يوم ما كان تلميذ بجامعة الإديس يوسف فبالوقت يلي بيعتبر لكثير من الأهالة أنه الرياضة ما لازم تكون من أولويات التلميذ قدر المحام نديم سعيد يثبت عكسها المقولة الفضل الكبير للأهال أنه ولا مرة قالوا لي بس ركز على الدراسة لا بالعكس لما شافه أنا أنه قادر قسم وقته وعنده الديسبلين اللازمة وعنده إذا بدك يعني عنده القوة أنه قدر لحق على الدرسه على الباسكت وكل شخص إذا عنده باسيون حرامي يوقفه أو يضحى فيه نديم يلي بيحرص على نجاحه بالمجالان الرياضة والمهنة تم تعينه مؤخرا سفير لرياضة الإديس يوسف بعدما كان كابتن فريق كرة السل بالجامعة بين عامي 2004 و2008 بخطوة سباقة بالرياضة الجامعية اللبنانية وذلك لإظهار مدى أهمية ممارسة الطلاب لرياضة المفضلة خلال فترة الدراسة أهم شيء دراسة بس كمان الباسكت يعني أنا عندي الباسكت هي بتكفي شغلة يعني أنا بروح على الباسكت فش تخلق يعني بحس أنه الباسكت إذا ما في باسكت أنا بدي أكون أسهر بشغلة مشاناك يعني أنا عم فرجيه الأولاد وأنا بقول لهم الرياضة هي السبب الوحيد يلي بتبعدنا عن كل شيء ممنوعات نديمه لعديد من اللاعبين أمثاله بشكل مثال للتلميز يلي بيطمح يكون ناجح دراسيا ورياضيا ببلد ما بتشكل فيه الرياضة درك الأساسي للدولة والمجتمع موسيقى